ترجمة نانسي قنقر وقربك من مقتنيات شدت اهتمام الأربعيني فيسال كانو الذي أوعزت له نفسه ضمها لتشكل كعلامة بارزة في حياته تملأ عالمه بأندر الممتلكات التي تلفها الشهرة والعظمة وبطولات سطرتها أسماء بارزة في سماء رياضة الملوك أو فيما تعرف بالفن النبيل ألا وهي لعبة الملاكمة من حوالي عشرين سنة كنت أدرس بأمريكا وقريت مقال عن مزاد حق البطل كنورتن وشاركت في المزاد والله الحمد فزت ومن عقبها انطلقت عندي حوالي 200 أكثر من 200 أحزام وأنا فخور أن أعتبر هالمعرض كمتحف نادر للأحزمة وهدف المعرض تعزيز ثقافة الفن القتالية ولا الحمد حسين أنه فيه شعبية فهذا الوسام لأول بطل يهزم المتربع على عرش الملاكمة في زمنه محمد عليكلاي وقفازات حمراء تعود لأبطالها الحقيقيين عليها تواقعهم وفي ذلك إثبات لكل مشكك ووسام دهبي آخر يعود لبطل ملاكمة أمريكي حصل عليه عام 1928 خلال إحدى البطولات العالمية وأحذية تعود لشخصيات سطع نجمها في سماء عالم الفنون القتالية والمصارعة الحرة كن نورتن، كيد شوكلت، وعندنا الأبطال هناك لدينا قفازات محمد علي ومايك تايسون والمشاهير هاي كان أول أحزام من اشتريته في المزاد ومثل ما قلت يعني دائما أول أهم أحزام مشهور هو الفاز على محمد علي هاي شهرته والأحزام حصل بطوله في أواخر السبعينات هاوس وشغف يلفانه ومسابقة مع الذات لكسب مختلف المزادات الدولية التي تطرح أوسمة وتذكارات رياضية تزيد من حصيلة ما يمتلكه منها أوسمة فضية وأخرى ذهبية تفرض هيبتها لتترامى بقيمتها المعنوية والمادية وببريقها المنمق هنا وهناك من احتاج دأبا واجتهادا وتدريبا لسنوات طوال للنيل بها قبل أن تستقر فيما بعد داخل معرض أعاد الحياة لأمجاد بطولات تحمل أحداث قصص لا تنسى لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر